اشتركوا في القناة والتحويل والانظمة المتشابهة وذلك بحضور وزير المالية الشيخ سالم الصباح اضافة الى عدد من القضايا المهمة المحالة على مكتب مجلس الامة والتي ستدرج على اولى القضايا وينتظر ان تقر سلطتان التشريعية والتنفيذية في دور العقاد المقبل رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلماني النأب محمد لحويلة اكد ان اللجنة ستعقد اجتماعا جديدا يوم غد مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف وذلك للاطلاع على البرنامج المتكامل لتطوير التعليم ومناقشة القضايا والقوانين المدرجة على جدول الاعمال ومن المتوقع ان تلقي ازمة القبول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بظلالها على الاجتماع وكان عضو اللجنة النأب اسامة طاحوز قد لوح في وقت سابق بالمساءلة السياسية للوزير الحجرف في حال عدم الاستجابة الى مطالب الطلبة غير المقبولين في التطبيقي بالاضافة الى قضية الشهادات الدراسية للخريجين الكويتيين التي تنتظر الاعتماد والتصديق وينضم الينا في الاستوديو رئيس لجنة الشؤون الصحية والبرلمانية حسين لقويعان اهلا بك اهلا بكم استاذ حسين عجلت اجتماعات اللجان البرلمانية تعود من جديد للدوران ما ابرز ما سيتم بحثه بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه بدايتنا اشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة مثل ما وضحت في التقرير سعادتك ان اللجان فعلا ابتدأت بالانعقاد واغلب اللجان تناقش ما هو موجود اصلا على جدوى الاعمال الكل يعلم ان دور الانعقاد كان قصير جدا عبارة عن يوم واحد ولم تدرج الكثير من القضايا على اللجان لكن يبقى هناك جدوى الاعمال يعني من قوانين سابقة تناقشها كل لجنة بحسب اختصاصها فمثلا لجنة الداخلية والدفاع اجتمعت واجتمعت بالوزير وايضا لجنة اللجنة التشريعية احنا من ناحيتنا كلجنة الشؤون الصحية والشؤون الاجتماعية والعمل ايضا اجتمعنا وناقشنا بعض التقارير السابقة ووصلنا وناقشنا ايضا قانون الحضانة العائلية وارجعنا البت فيه الى مزيد من المناقشة نعم هل حددتم موعدا مع وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله للنظر في خطة ومناقشة خطة الطوارئ والله فعلا يعني كان يعني كنا متأملين ان نقعد مع وزير معالي وزير الصحة لمناقشة هذه الخطة لكن جاء الجلسة غير او عفوا الاجتماع غير العادي اللي هو كان وفد حكومي من سبع وزراء وتقريبا خمسة وعشرين نائب وفندت وزارة الصحة خطتها لمواجهة الطوارئ وكان يفترض ان نعقد اجتماع مع الوزير لمناقشة اذا كان هناك اي عراقين لكن بناء على ظروف اللجنة وبالتفاهم مع الوزير ارجعنا هذا الاجتماع لوقت لاحق نعم ايضا العديد من النواب لوحوا باستجوابات للعديد من الوزراء وايضا منهم رئيس مجلس الوزراء كيف تقيم هذه الاستجوابات الحقيقة انا سألت وايضا في هذه القناة الكريمة سابقا عن مثل هذه التلويحات بالاستجواب انا ارى ان الوضع يعني عادي جدا وطبيعي جدا وانا ارى فيه ظاهرة صحية وارى فيه امر يعني قد يدفع لان يعني تتحرك العجلة وتتحرك الامور انا اعتقد ان من حق كل نائب ان ينتقد الوضع اذا رأى انه يعني لا يرقى الى الطموح المطلوب انا اعتقد ان التلويح بالاستجواب هذا يعني مثل ما قلت ظاهرة صحية اما قضية الاستجواب بحد ذاته فهذا يبقى يعني تحديده يعود الى النائب نفسه واحنا بانتظار اذا كان هناك اي تقديم مثل هذه الطلبات حتى نناقش مادة الاستجواب باسهاب نعم افادت الانباء بانه سوف يتم يوم الاثنين القادم كشف نتائج استبيان اراء اولويات المواطنين ما الذي تتوقع ان يحوز في هذا الاستبيان امانة انا من اكثر الناس المتحمسين جدا لاستبيانات والاستطلاع العام ويمكن انا من الامور التي اتحدثت فيها اثناء برنامج انتخابي اللي هو الدعوة الى او العمل على انشاء عالية للاستفتاء العام وانا اعتقد ان رأي الشارع السياسي مهم جدا الان في ادارة دفة المجلس وادارة تصريف مثل هذه المشاريع يبقى الاستبيان المطروح حاليا هو يعني محاولة جيدة من مكتب المجلس لاشراك الرأي العام في اولويات المجلس لكن هذه الان بالصورة الحالية هو مجرد عملية لاستئناس برأي المواطنين اما المجلس فيبقى المجلس سيد قراراته واحنا كليجان كل لجنة يفترض انها تبدي اولوياتها بالنسبة للقوانين المقدمة عليها انا استطيع اتكلم عن لجنة اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعي والعمل واحنا نطمح ان نرى قانون التأمين الصحي ان يرى النور وان نعمل على تطبيقه نعم رئيس اللجنة لجنة الشؤون الصحية البرلمانية حسين القوعان شكرا جزيلا لك شكرا